هذه الجدارة انت بتقول لي قبل الهوى انت كنت ضيف مع أبراهيم فايو كان في حاجات الوقت ما سمحش ان انت توضح لم يسعفنا الوقت نحن نستكمل اجابات كثيرة يعني يعني كنت انا وميده والاطار كان اطار اخرج بي عن اطاق الاشخاص لم احاور ميده كشخص يعني انا قلت رأيي في الاول انا احب فيه جانب واتعفظ على جانب لكن احبه بشكل عام ولكن هو كمان كنت اناقش الافكار التي اتى بها ليتساءل عنها او يدعمها عشان ارد ردود علمية وموضوعية مش بوجد النظر من ضمنها مثلا الشعبية وطلبت منك على الهوى تبعت لي بعدتال دراسات وقرأها ابراهيم بس ما الحقش يعلق عليها فانت حتول قلنا الدوق عليها وتقول مصدرها ايه وحننقشها تفصيلا من ضمن القضايا مثلا لانه كناش عايزين تبانك اني انا بجادل شخص انا اجادل كلام وافكار مش مش اشخاص او اناقش بلاش اجادل يعني اه اه هو قال فساد وانا دي ما في امتهاش يعني فساد عيسى حياته ومحمد احمد انت خدت اللقب في فترة في فترة عيسى حياته ومحمد احمد الوقت او الحوار لم يسمح لي ان اسأل السؤال المنطقي يا كامتن ميدو ممكن اعرف هو انت اه القابك اللي خدتها عن القرن الماضي خدتها من سنة كام لسنة كام وكم لقب لانه لانت انتهي في الفين مش كده طيب هو ده الالقاب اللي انت بتستند لي انه بتطالب من اجلها بانك انت تبقى نادي القرن وبتقول ان المعايير وضعوها الفساد دول تفصيلا ان النادي الالف سنة 94 طيب هو عيسى حياته اللي انت بتقول فاسد كان موجود امتة ومش امتة طيب خليني لا ونبي ما تخل سيبني عشان حسيبك انت لانك انت هتعلق علي انا وحتعلق علي كلام بس انا عايزة ده الكلام اللي انا كنت عايزة اقوله عيسى حياته كل القابك تمت في عهد عيسى حياته طيب هو سنة 94 اللي انت قلت دول المعايير دي تفصلت عشان النادي الاهلي يفوز طيب ما توقف عند عيسى حياته خليني نحسنها هتجاوب على سيلا دي اه هنا احسن لك عيسى حياته طيب بس اجاوب وجاوبني على كله ماشي خليني عند عيسى ما انا هقول لك والله حسيبة قول عشان تجاوب لي على دي كمان اه 94 نزلت معايير خلاص انت بتقول تفصلت للاهل طب لما نزلت المعايير دي سنة 94 كان الاهلي يسبق الزمالك بكمبونت ولما انتهت سنة 2000 كان الاهلي بينه بن زمالك بونت جاي وبقى حضرتك طب بص يا جماعة لانا عندي الاجابة بس انا عايزة كنت تقول بص يا جماعة مفيش قضية اصابت الرأي العام المصري بالزهق والملل قد قضية نادي القر عشان كده اللي هنقوله يا رتي يبقى موجودة عند كل بمورك هي يعني الجدل والصفصطة رغم الوضوح اللي بيّن فيها اه اولا الاشارة الى انه الاهلي خاد اللقب في عصر عيسى حياته الفاسد هكذا قيل وفساد عيسى حياته هنا عيسى حياته مبدئيا ما كانش فاسد دي معلومة بس لان عيسى حياته لما ازيح جوزيف بلطر لقضايا فساد من رئاس الاتحاد الدولي هو ومشيل بلاتني اللي رأس الاتحاد الدولي عيسى حياته هنا بس حصل فيه خلط بين بلطر وحياته هفكركم بس بالعنوان اللي كان بتاع سكاي نيوز انه حياته رئيسا للاتحاد الدولي يا ريت الزمالة بس يورهولكم حياته يتولى رئاسة الفيفا مؤقتا بعد ايقاف بلطر ده في كام يا جماعة في اكتوبر 2013 2 اكتوبر 2015 ده سكاي نيوز هنا حصل خلط رقم اتنين عيسى حياته سيئت في انتخابات الكاف قدام احمد احمد في مارس 2017 انتخابات 16 مارس 2017 عيسى خد 20 صوت واحمد احمد خد 34 صوت وابتعد عيسى حياته بموجة بالانتخابات في 2017 وكان مصر لها موقف ساعتها مع احمد احمد ضد عيسى اذا المسألة في محاولة تشويه القابل اهلي انها كانت في عصر عيسى حياته اللي وصف عصره بالفساد لا الزمالك كل القابه في دورة الابطال خدها في فترة عيسى حياته عيسى حياته لما يعني الزمالك اخر لقب له في 2002 ما خدش لقب بعد ما عيسى حياته مش في دورة الابطال خالص هنا مش القصة عيسى حياته كويس ولا وحش القصة محاولة إلصاق القابل النادي الاهلي بفترة معينة ده مردود عليها لانه النادي الاهلي بعد 2017 او بعد حتى انتهاء ولاية عيسى حياته اديكم شايفين ما شاء الله القابل الاهلي عامل ازاي خمسة دور الابطال السوبر كاس العالم للاندية وهكذا فمحاولة التلميح بشكل او باخر على بطولات النادي الاهلي قياسا على عصر معين ده كلام صغير طيب جاوبلي على المعلومة اللي انا قلتها بقى اه 94 نزلت المعايير كان الزمالك كان الاهلي بينه بين الزمالك حوالي 17 بنت والزمالك في المركز السابع بعد اعتذار الاهلي بعد اعتذار فيه سنة من السنين الاهلي كسب دوري وكاس اختار الزمالك اختار الاهلي انه يلعب في الكاس فالزمالك لعب بدل الاهلي في الدوري تمام معالينا بص يا جماعة لكن انا عايز اعرف اشتركوا في القناة